الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الرمان الأسود في المنام ما تنسنش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير إذا رأى النائم في منامه الرمان فتلك دليل على الأمراض التي تصيب صاحب الرؤية كما تدل الرؤية على أن صاحب الحلم سيواجه الكثير من المشاكل والهموم خلال الفترة المقبلة الرمان الفاسد في المنام دليل على وقوع صاحب الحلم في الكثير من المشاكل الرمان الذي أصابه العفن في المنام دليل على تعرض صاحب الحلم لخيبة أمل والله أعلم رؤية تناول الكثير من الرمان في المنام دليل على تغيرات إيجابية في حياة صاحب الرؤية يقول الإمام ابن سرين رحمه الله الرمان في المنام دليل على حصول صاحب الحلم على رزق كبير خلال الفترة المقبلة إذا رأى النائم في منامه أنه يشرب عصير الرمان فتلك رؤية محمودة حيث تدل الرؤية على أن الرأي شخصية مسؤولة وقوية وتشير تلك الرؤية إلى أن صاحب الحلم شخصا قادر على التصرف بحكمة وتعقل وهو شخصية مسؤولة يتخذ قراراته بنفسه وإذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تعصر الرمان فهذه الرؤية دليل على استقلال تلك الفتاة مديا واعتمادها على نفسها والله أعلى وأعلم إذا رأى النائم في منامه شجرة الرمان فهذا دلال محمود حيث تدل الرؤية على أن صاحب الحلم شخصا متزن عقليا وفعليا كما تدل الرؤية على أن شخصا يقوم بكل العبادات ويفعل كل التقوس الدينية وفي الوقت ذاته يعيش حياته والله أعلى وأعلم بينما إذا رأى النائم في منامه أنه يقطع شجرة الرمان فتلك دليل على أنه راجل غليظ القلب ومتحجر المشاعر يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم ما تنسوش قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته